حياكم من جديد توهم كابيقراس هو أكثر الأمراض النفسية غرابة ويصيب به أو يصاب به مرضى الفصام ويسبب الجنون فما هي أسباب الإصابة بهذا المرض وما هو هذا المرض دعوني أرحب بضيفي الأستاذ إسماعيل هزازي هو مدرب ومهتم بالصحة النفسية حياكم الله معنا أستاذ إسماعيل أهلا وسهلا الله يأتيك المعافية أستاذ إسماعيل أمس وأنا جالسة فعلا أقرأ عن توهم كابيقراس من جديد في كثير من الناس تجهل هذا المرض وتحديدا أنه مرض نفسي لنعرف المشاهدين في البداية على ماذا يعني كابيقراس بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعطيكم العافية على الاستضافة وهم كابيقراس هو أحد أغرب خمسة إلى سبعة أمراض نفسية على مستوى العالم تمام الغرابة في المرض أو في تكوين المرض أو في ما هي المرض أنه يتوهم الشخص المصاب بوهم كابيقراس وخلونا في بداية نعرف من هو كابيقراس كابيقراس هو العالم أو الطبيب المكتشف للمرض هذا وهو مرض نادر جدا 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 أحد أندر الأمراض شيوعا يعني تقريبا الحالات معدودة جدا ممتاز فوهم كابيقراس يحول خلينا ناخذها بالعامية بشكل أفضل عشان المعلومة توصل للمشاهد تحول الأرواح والذوات يعني أن الشخص المصاب بالمرض هذا يعتقد أن الشخص الذي أمامه سواء كان أب أو أخ أو صديق أو أي شخص مقرب استبدلت الروح داخل الشخص هذا وزرعت داخله روح ثانية شريرة الروح الثانية الشريرة هذه تقصد قتل المريض هذا أو إيذاؤه مما يؤدي قتل المريض أم قتل الشخص الآخر اللي هو يعتقد المريض قتل الشخص اللي يعتقد منه يعني أنا كمريض لما أتخيل أنه أنت كشخص أنا مصاب شخص ثاني أيوش كشخص ثاني استبدلت روحك تمام فأنا أعتقد اعتقاد تام أيو نعم أنا أعتقد اعتقاد تام أنه استبدلت روحك فأنت الروح الموجودة عندك تبغى تضرني تلقائيا تلقائيا هيبدأ في مرحلة مقاومة وفي مرحلة استفزاز وفي مرحلة غضب وزعل وواواوا مما يؤدي إلى قتل الشخص يعني بتوصل بعضها لمراحل لقتل الشخص اللي أمامه فيه كذا قصة تمام من الحالات اللي موجودة في واهم كابغراس أنه كان فيه سيدة بعد تقريبا أربعين سنة من الزواج أصيبت بالمغض هذا أصبح عندها اعتقاد راسخ أنه زوجها الموجود الآن أمامها ما هو زوجها هو شخص روحه استبدلت استبدال كامل وداخله روح شريرة مما اضطرها إلى أنها تنعزل في بدايات المرض بعد ذلك طلبت من أحد أبنائها إحضار أداة أو مسدس أو ما شابه ذلك لقتل الزوج طيب أستاذ إسماعيل ما الأسباب الإصابة؟ هل هناك مثلا أعراض معينة أم مثلا فجأة بيجي هذا المرض؟ يعني أنا من خلال معلوماتي عن هذا المرض أنه مثلا ممكن يصير مثلا أو يصاب به المدمنين على المخدرات كبار بعض كبار السن وليس الكل لأنه يصير عندهم أمراض عصبية أيضا اللي هم مصابين بالفصام هل مثلا هذه الأعراض هناك أعراض معينة لا تكتشف الأسرة أنه مثلا هذا الشخص أو ولدها أو سواء بنتها أو الزوجة أو الزوج أنه مصاب بهذا المرض؟ أولا خليني أعيد وأكد على نقطة أنه المرض مرض نادر الوجود نادر الوجود وعندما نقول مرض نادر الوجود فهو إصابته بسيطة جدا ولكن موجود ولكن موجود ولكن موجود نادر الوجود ولكن موجود ولكن موجود فلابد يكون عندنا معلومات ملمة في هذا المرض المسببات المرض هذا قد تكون بسبب الفصام قد تكون بسبب تعاطي المخدرات قد تكون بسبب الشيخوخة قد تكون بسبب صدن الكيس نسميه اللي هو إصابة مفاجئة إصابة مفاجئة تكون يعني بسبب حادث معين سواء حادث حادث بمعنى كلمة حادث أو حادث عاطفي بسبب فقط معين يعني صدمة صدمة ومنها نستنتج أنه وهم كابغراس قد يكون لحظي يعني على مستوى بسيط جدا وقتي نعم وقتي وقد يكون متوسط زي اللي وصلت له المرأة اللي في المثال الأول لما اعتزلت تمام أو يكون حاد وتوصل لمرحلة القتل فيه نرجع للسيدة اللي حضرتك ذكرت قصتك قليلا قلت اعتزلت هل هي اكتشفت أنه عندها هذا المرض أم الأسرة اللي اكتشفت أنه هي عندها هذا المرض من الطبيعي أنه الأسرة هي اللي اكتشفت العلامات والإعراض اللي موجودة عند المريضة هذه سواء في المرض هذا أو في أي مرض آخر من الأمراض النفسية المريض النفسي يصرح بما لديه يعني خلينا نأخذ برضو مثال على شغلة أخطر شوية المريض الانتحاري المريض النفسي إذا وصل لمرحلة أنه يبغي يكون مريض انتحاري أنه ينتحر قد يعتقد البعض أنه يكتمل شيء هذا لا المريض الانتحاري هو يصرح بأنه عنده الخطة المذكورة أنه أنا رح أنتحر ورح يعطيك الأداء في بعض المرات يلاحظ من خلال الخبرة أنه قرر المريض النفسي الانتحار بطريقة أخرى أنه يبدأ يوزع المستندات الخاصة فيه والأوراق والممتلكات الشخصية وما شابه ذلك فإحنا كناس متخصصين نعرف أنه بسبب المرض اللي عنده هو واصل مرحلة اللي هي السويسايد اللي هي مرحلة الانتحار فعن السيدة هذه الأكيد أنه الأهل اللي موجودين عندها هم اللي لاحظوا وصرحت أنه زوجي غيرت روحه إلى روح شريرة فلابد من قتله في بداية الأمر ما كان لابد من قتله كان لابد من اعتزاله تطورت الحالة إلى لابد من قتله فدائما الأمراض تبدأ من مستوى بسيط ثم تتفع في حالة مثلا لم يتم الاهتمام بها أو يتعاب مثلا ما انتبهوا مثلا للأشرة أنه هذا المريض مصاب ممكن أن تتحول أكثر خطورة احنا عندنا ميزة كوطن عربي وكخليج وكمملكة عربية سعودية بحد ذاتها أنه عندنا دعم أسري ولله الحمد بشكل كبير جدا هذا اللي نقصهم في المثال اللي أكلمك عن السيدة احنا لابد أننا نفخر بما أننا نتكلم في قناة الوطن في قناة المملكة العربية السعودية القناة الأولى نسميها طبعا الأسم المتعارف على قناة الوطن أنا نفخر برضه في أنفسنا في مجتمعنا ومجتمعنا مجتمع مترابط المجتمع المترابط هذا يقلل من حدة الأمراض النفسية اللي موجودة يعني نحن نلاحظ دائما عندنا على مستوى المستشفى وعلى مستوى المحاضرات اللي نقدمها في أي مكان آخر أنه المريض النفسي اللي يجمعه أبوه أخوه أمه زوجته أقاربه من الدرجة الأولى بعض المرضى يجيبه أصدقاء أنا لاحظت مرضى كثير اللي يجيبه صديق مقرب له فهذا أمر جدا ممتاز نربطه بموضوع كابغراس أو موضوع الأمراض النفسية كلها غالب العلاجات النفسية غالب علاج المريض النفسي يكون عن طريق الأقارب والأسرة والتواصل الاجتماعي وأخراج المريض من واقع البيئة اللي هو عايشها من واقع المرض اللي هو عايشه سواء كان كابغراس ديليوجن اللي هي وهم وضلالة كابغراس أو أي مرض نفسي آخر هل ممكن الضغوط النفسية مثلا الضغوط النفسية التعب النفسي هل ممكن أن يؤدي إلى هذا التوهم أو وهم كابغراس قد تكون الضغوط النفسية ولكن في الغالب الضغوط النفسية تؤدي إلى مرض الاكتئاب بشكل أكثر طيب إذا أردنا أن أتحدث من أخطر أعراض هذا المرض اللي هو توهم كابغراس أنه يتخيل الأشخاص اللي حوله أو أفراد أسرة تتم استبدال أشكالهم وبالتالي أنه بيكون سلوكه عدواني معهم صح أو لا؟ نعم هو ما استبدلت أشكالهم استبدلت أرواحهم الشكل هو نفس الشكل كذا إحنا في الشكل حنطلع على موضوعنا الثاني اللي هو موضوع فيه يقولي فهو بدلت أرواحهم طب تفجع أكثر هذا الموضوع طيب كيف يستطيع مثلا أو يستطيع مثلا الأب أو الأم أو أحد من أفراد الأشرة التعامل مع هذا المريض طبعا في البداية إذا ظهرت العلامات والعراض بشكل كبير جدا وراء الشخص في نفسه أنه ما هو قادر على أنه يتواصل بشكل أو بآخر مع المريض هذا أو تنقص الخبرة التوجه للمراكز المؤهلة والمهيئة للتعامل مع المرض هذا اللي هم الأطباء النفسيين والأخصائي النفسيين والأخصائي الاجتماعيين وما شابه ذلك هم اللي يقدر أنه يعني مثلا يعطي الأسرة الآلية في التعامل مع المرض هذا دائما في الأمراض النفسية سواء كان في كابغراس فيقولي أو غيره مثل السكزوفرينيا أو الدبريشن أو ما شابه ذلك لا تنكر على المريض وجود المرض المرض هو موجود فأنت لا تنكر عليه وجود المرض حاول مساعدته في حل المرض هذا إذا رأى خيالات أو ظلالات أو أنه زي المرض اللي عندنا الآن كابغراس وصرح لك أنه أنت متغير وروحك احترم الشي هذا ومحاولة علاجه ومحاولة تقريبه من الواقع ليرجع شخص طبيعي وإنسان طبيعي الله أعطيك ألف عافية أستاذ إسماعيل لأن من جد الموضوع مرة روعة وتحديدا أنه بإذن الرحمن من الصديفة في حلقات ثانية نتحدث أيضا عن توهم أو وهم الفيقولي أيضا نتكلم عنه شكرا جزيلا لك أستاذ إسماعيل هذا الزازي مدرب ومهتم بالصحة النفسية مشاهدين ومن الصحة النفسية هننتقل إلى تقرير عن المكسرات في هذه الأيام تستعد السيدات قبل التقرير مشاهدين أخيرينا خذرنا فاصل غناء اشتركوا في القناة